إذن للوقوف عند قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمديد حالة الطوارئ الخاصة في العراق وأسبابها وتداعياتها ينضم إلينا عبر سكايد من واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبدالوهاب القصاب دكتور مرحبا بكم يعني كما ورد في التقرير البيت الأبيض أعلن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مدد حالة الطوارئ الوطنية الخاصة بالعراق ماذا يعني ذلك وتداعيات ذلك على العراق دكتور مرحبا تحياتي لك ولأستاذ المشاهدين طبيعي هو العملية التمديد هي عملية روتينية يعني في كل حالة الطوارئ الوطنية بالنسبة لعراق وعينت في أيام برامر الحاكم المدني مثل هذه الأيام من 2003 وحرصت الإدارة الأمريكية على تمديدها سنويا نتيجة لوجود عناصر أمريكية قتالية واستشارية وتذيوية في العراق واختلال التوازن واختلال حالة الأمنية كل هذه تدعو إلى أن تفرض هذه الحالة بقدر تعلق الأمور بالولايات المتحدة وأنا بيدي أن أقول بأن الأمر يخص علاقة الولايات المتحدة بالعراق من خلال وجود مؤسسات أمريكية قتالية أو تدريبية أو استشارية في العراق طيب دكتور حالة الطوارئ الوطنية التي يعني مددها بايدن وهي معلنة كما تفضلت منذ عام 2004 ولكن لم تسفر كل العمليات العسكرية والأمنية التي قامت بها الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال لم تعدل الأوضاع في العراق واضح هذه الحكومات المتعاقبة حقيقة لم تكن هي حكومات ميليشيات وحكومات ذيلية لإيران فأنها مختطفة من قبل هذه الميليشيات ومن قبل أدرع إيران في العراق إذن ليس في صالح لا هذه الحكومة ولا سادتها المحركون لها أن يستقر الوضع العراقي أبدا يعني ثبت بما لا يقبل الشك كان هناك تسريب لبثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري قبل أيام بأن قاسم سليماني بنفسه وكان الهالك أيضا أبو مهدي المهندس معه طلبوا من بشار أن يسهل دخول عناصر القاعدة إلى العراق وعندما اعترض أجابوه بأن هذه هي المصلحة الوطنية الإيرانية أن القاعدة موجودة في إيران لكنه ينبغي أن تتواجد وتتذرب على أرض العراق إذن واضح أن إيران ليس في مصلحتها أبدا أن يستقر الوضع العراقي والجواب واضح أيضا ما أن يستقر الوضع العراقي حتى يمكن البدء بإعادة اللحمة للمجتمع العراقي الممزق حاليا وعندما تعود اللحمة للمجتمع العراقي الممزق حاليا سينقلب الأمر وبالا على ذيول إيران في العراق هذه هي المتلازمة أما من ناحية الولايات المتحدة في ودي نشير إلى أن هناك علاقة تخادم واضحة لأن هؤلاء العناصر الذين يتبعون إيران عقائديا وحتى شعورا هم الذين مهدوا السبيل للولايات المتحدة أن تدخل إلى العراق وأتوا معها هي التي أتت بهم نتيجة علاقة تخادم واضحة نشأت بين إيران والولايات المتحدة في أكثر من ملف كانت موجودة أثناء الحرب العراقية الإيرانية عندما قضية أولي نورث عندما جهزت الولايات المتحدة إيران بالأسلحة وكذلك إسرائيل جهزتها بالأسلحة ثم بعد ذلك في عام 1991 عندما فتحت أجواءها للقوات الجوية الإيرانية للتدخل إلى العراق وتدمر ثم في عام 2003 إذن هذه العلاقة علاقة تخادمية يبدو أن إيران عندما وسعت علاقاتها مع روسيا وتورطت بشكل مباشر في حرب أوكرانيا أثارت غضب الولايات المتحدة ومن هذه الناحية يمكن فهم أن أي عمليات ضغط الأموال تحول إلى إيران طيلت 20 عاما لماذا لم تحرك الولايات المتحدة ساكنا وأن الكيس العراقي موجود في يدها عندما استفزت إيران الولايات المتحدة أرادت أن ترفع لها العصى بدلا من الجزرة وتحاول أن تضغط عليها الآن بإمكان الولايات المتحدة أن تفعل شيء الكثير في هذا المجال مجرد أن نحن أو العراقيون عاشوا المعاناة عندما ضيقت الولايات المتحدة على التحويل قبل حوالي شهرين من الآن هذا رئيس الوزراء الحالي السوداني الميليشيات هي من أتت به نحن نعلم أنه كان مرشح مثلا لهذا المعمم أو لذاك من زعماء الأحزاب الشيعية السياسية الموجودة في العراق لا يستطيع أن يخرج عن ما هو مخطط له ويقال بأنه وقع اتفاقا واضحا ما إيران عند زيارته بأن يسهل لها الأمور الاقتصادية بل أن هناك ما هو يشكل خطرا كثيرا وهو الربط السككي باللاذقية بالبحر المتوسط الأمر الذي سيفتح أو سيتيح لمشروع إيران التوسعي من حدود الصين إلى البحر المتوسط يعني أقصد أفغانستان في إيران في العراق في بلاد الشام أن ينجح هذا أمر خطر يعني ينبغي يقافه وأنا واثق أن الشعب العراقي في يوم من الأيام سيقطع هذا الخط حتى لو أنشئ سيقطعه ليس إخلالا كما يمكن أن يشار إليه بعلاقة الجوار مع إيران أنا أظن أنه لو تأتي إلى إيران حكومة أخرى أقلانية يعني حكومة تصرف دولة وليس تصرف زمرة ميليشيوية كما هي الحكومة المعممين في إيران عندما تأتي إلى إيران حكومة دولة مع وجود الخلافات معها يمكن التفاهمها ويعني هذا أمر معروف أن هناك خلافات بين الدول ولكن هذه الخلافات يمكن احتوائها إذا كانت العلاقات بين دولة ودولة وليس بين ميليشيات وميليشيات وهذا هو الحال دكتور آسف المقاطع ولكن نعم دكتور هناك من يذهب أن تمديد حالة الطوارئ هو إعلان صريح بفشل الحكومات المتعاقبة يذهب البعض الآخر بأنه تمديد حالة الطوارئ هو إعلان فشل أصلا المشروع الأمريكي في العراق من الفاشل من بين هؤلاء بتقديركم دكتور؟ الطرفان 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 فشل يعني حكومة الميليشيات في العراق وحكومات الميليشيات المتعاقبة في العراق فشلت في أن تؤدي واجبها الوطني وهو قرار الأمن وتوطيد الأمن والسلام في داخل البلد وتحقيق السيادة الوطنية ذلك لأنه يتقاطع مع أهدافها الولايات المتحدة فشلت من زاوية أنها أرادت من ناحية علاقة التخادم مع إيران أن تحقق مشروعها المعروف يعني مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي كان يخطط لأن تكون بغداد عاصمته ومن هنا جاء بناء هذه السفارة الضخمة التي تعتبر أكبر السفارة الأمريكية في العالم ليس هواء في شبل وهنا أنا أؤكد لك بأن الولايات المتحدة فقدت نزاقية بالنسبة للمواطنين العراقيين أولا وهناك النضاق واسع من المواطنين العراقيين يرون في الولايات المتحدة قوة غزو واحتلال وإيذاء للعراق ثم تعاونها مع إيران جاء بالوبال الأكبر لو كانت قوة محتلة قوة محتلة هناك وسائل يمكن التعامل معها لكنها هي حكومة احتلال وأتت بحكومة إحلال التي هي معمم إيران وذيولها في الإيران عبر اسكامل واشنطن زميل المركز العربي للأبحاث والدراسات السياسية الدكتور عبد الوهاب القصاب شكرا جزيلا لكم